اشتركوا في القناة هكذا تقول من لم يتورع في تعلمه لم يتورع ابتلاه الله بأحد ثلاثة هو يبتلى الذي لا يتورع اما يميته في شبابه هذا اللي يطلب علم ولا يتورع احد الاخطار اللي يواجهها انه الله عز وجل يميته في شبابه سأقول شنو معنات هذا او يوقعه في الرساتيق او يبتليه بخدمة السلطان كلهم خطورة عظيمة التورع في التعلم له معنيان المعنى الاول التورع في اصل التعلم حينما يتعلم يعرف ماذا يأخذ من العلم وعند من يدرس هذا العلم هذا تورع التعلم الثاني تورع العلم حينما يبلغ مقام العالم في حطائه يراعي التورع فاذا لا يراعي طالب العلم ذلك الاحتمال الاول ان الله عز وجل يميته في شبابه ليش لان هذا هو الذي يملك العلم ولا يملك الورع هو يميت الناس يميت ارواح الناس وقلوب الناس يستحق ان يموت هو ايضا في شبابه واما يميته روحيا مو يميته بدنيا يعني يمهله الباري عز وجل حتى يكبر وينمو اذا وصل الى مقام العطاء وذروة العطاء يقطع مدده وينهي لان الله عز وجل جعل الدين وجعل الشريعة وجعل الاحكام وخلق الناس وارسل الانبياء يريد هدايتهم فلا يعقل ان يترك يجي واحد يتعلم ويعرف يتكلم وعنده لسان بليغ وعنده معلومة وعنده سمعة يجي ينقض اغراض الباري عز وجل هذا الخطر الله عز وجل يمحيه وينهيه ماكو معنا ثالث السلام بعد ما عدنا وقت او يوقعه في الرساتيق الرساتيق جمع رستاق الرستاق معربة يعني القرية فهذا العالم الذي لا ورع له يوقعه الله عز وجل في المناطق البعيدة نوع من العزلة يعزله ويوقعه بين أناس ربما لا يفهمون ولا يقدرون العلم الذي يحمله ليشيئ ان هو ما اعطى قيمة لعلمه بعدم تورعه والثالث اخطر من الاثنين ان يجعل في خدمة السلطان العالم اذا صار في خدمة السلطان الجائر قيمة بعد ما الى كرامة ما الى يصير تابع وذيل لظالم جائر اذا هذا المفتاح الرابع هو بمنزلة الالة التي تعطي كمال التأثير للعلم كيف يتورع شنو لازم يسوي طالب العلم في تورعه اكو مبادئ ومنطلقات على نحو السرعة اقولها الاول التحرز في طعامه والتحرز في منامه والتحرز في كلامه قلة الطعام قلة المنام قلة الكلام هذه من الاسباب التي تنير قلب العالم كثرة الطعام تميت القلب وكثرة المنام تميت اليقظة والانتباه في الانسان وتزيد البلاد فيه وقلة الكلام تحيي العقل يعني كثرة الكلام تقتل العقل تخلي الانسان مستعجل في كلامه لا يتأمل لا يتدبر والذي لا يتدبر في كلامه كثير الخطأ الامر الثاني المواظب على العبادات خصوصا في صلاتين يواظب عليهما كثيرا الاول التحفظ على الصلوات اليومية والثاني كثرة الصلاة على محمد وآل محمد عليهما الله صلو على محمد وآل محمد هذه الصلاة تهدم الذنوب هدما تنير قلبه تزكي ضميره تجعل مرتبط لأركان الوجود بأركان هذا العالم فإذا الإنسان وطالب العلم واضب على عباداته خصوصا الفرائض وذكر النبي وآل النبي صلوات الله عليهم أجمعين وترك الذنوب نال التوفيق العظيم من الله في طلب العلم